في موضوع آخر نقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزير الدفاع النيجري الكاسوم إنداتو أن بلاده تلقت مساعدات عسكرية من فرنسا بغرض مجابهة التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود وتأتي هذه المساعدات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المالية الفرنسية أزمة دبلوماسية حادة كريمة أشتطح مساعدات عسكرية فرنسية تصل إلى دولة النيجر وزير الدفاعها يقول إنها لمجابهة التهديدات الإرهابية ولمحاربة الجريمة العابرة للحدود بينما يراها خبراء استراتيجية فرنسية لوضع قدم على آخر حليف لها في الساحل وحماية لمصالحها هناك من ناحية أخرى إن تأمين دولة النيجر يعني تأمين منجم اليورانيوم في أرليت وتأمين منجم اليورانيوم في أرليت هو تأمين مصالح فرنسا في النيجر وفي المنطقة بالصفة عامة مساعدات كما أسمتها وسائل إعلام فرنسية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الفرنسية المالية أزمة دبلوماسية ووسط رفض رسمي وشعبي للتواجد الفرنسي بدولة مالي واستنجاد الحكومة الانتقالية بقوات فاغنر إن اهتمام فرنسا في هذا الوقت بالذات بالنيجر عامل طبيعي بعد الرفض الشعبي الواسع في إفريقيا عامة وفي دول الساحل خاصة الناتج عن فشل القوات الفرنسية وعملية بركان في استثباب الأمن في دول الساحل يجعل فرنسا تهتم اهتماما خاصة بآخر حلفائها في المنطقة وهي دولة النيجر من الغرابة أن يصادف قيام أمن فرنسا على يورانيوم النيجر فيما يصنف هذا البلد بالأفقر في العالم